بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين لازلنا أحبتي نتكلم بحق الثورة الحسينية وبين السائل والمجيب من جملة الأمور التي قام بها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه حينما رأى العدد الهائل توجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء ولماذا توجه إلى الله عز وجل؟ لماذا رجع إلى الله بهذا الدعاء؟ اللهم أنت ثقتي في كل كرب هل أنه كان خائفا؟ هل أنه كان يطلب المدد من الله؟ ما السبب في ذلك؟ طبعا حينما نأتي إلى القضية أحبتي نرى أن الأنبياء والمرسلين حينما يقعون في شدة هم لا يخافون واقعا من الموت لأن الله تعالى قد بعث الأنبياء بعثهم إلى أقوامهم وهم فرادا ليس لهم ناصر ولا معين غير عنده أنه سنده الله سبحانه وتعالى إذا كان إبراهيم عليه السلام قبله نوح وموسى وعيسى كلهم كانوا يستمدون العون والقوة من الله سبحانه وتعالى أيضا الأوصية وإمامنا أبو عبد الله الحسين صلى الله وسلم أيضا هنا استمد العون والقوة من الله ليس خائفا لم يكن خائفا من هذا الجيش الهائل ولكن هو كأسلافه من الأئمة وقبلهم الأنبياء صلى الله وسلم أنهم يقعون في شدة يستمدون العون والقوة من الله عز وجل هذا إبراهيم خليل الله حينما وضعوا في المنجنيق وانطلق المنجنيق فجاءه جبرايل في حال النزول السالش في حال النزول بها تأويلات وهو يحتاج لأن نسبة النجاة تقترب من الصفر فيحتاج للمدد الإلهي فجاءه جبرايل هل لك حاجة؟ قال أما لك فلا حاجتي إلى الله علمه بحالي يغنيه عن سؤالي ويونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام رموه في البحر البحر الهائج حوت أمامه يدخل يلتقمه الحوت الآن نحن ماذا نصنع لو وضعنا أنفسنا مكان نبي الله يونس ماذا نصنع؟ ماذا نتكلم؟ حوت وبحر هائج وأنا أدخل في بطن حوت رجع إلى الله ما عنده ملجأ غير الله سبحانه وتعالى وذنوني الذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجل مؤمنين موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام حوصر وصل البحر فرعون من خلفه هو بني إسرائيل طبعاً معه كانوا البحر من أمامه فقال قوموا إننا مدركون قال إن معي ربي لحظوا شوفوا الخلوص لله والتوجه لله إن معي ربي سيهدين فالله يوحي له أن يضرب البحر بعصافة ينفلق إذن هذا الرجوع إلى الله كذلك نبينا محمس الله عليه وغالي في الطعف حينما ضربوا بالحجارة وقف يشكوا إلى الله سبحانه وتعالى إمامنا أبو عبد الله الحسين يرى هذا الجيش الهائل هذا العدد الكبير من الجيش جاءوا لقتله وهو ابن بنت رسول الله فيحتاج العون والمدد وغير خائف من الموت وجاء كأني بأوصالي هذه تقطعها عسدان الفلوات بين النواويس وكربل هو لا يخشى الموت وإنما يريد المدد من الله واقعا أحبتي لولا المدد الإلهي لا يمكن للإنسان أن يتحمل كل هذه المصاعب وكل هذه المآسي وكل هذه الأمور التي تجري عليه لم يجري على أحد من المصاعب والمآسي وكما جرى على مولانا وسيدنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه أولا فقد الأصحاب الذين هم أعظم الأصحاب على مر العصور فقد الأعزة من أهل البيت صلوات الله وسلامه وأولهم ولده علي الأكبر وختمهم بولده عبد الله ويرى ما يرى من فقد الأحبة كأبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه ثم يقدم روحه والجود بالنفس أقصى غاية الجود فهنا لابد الإنسان أحبتي رغم هذه الصعاب التي مرت عليه من مصائب من عطش من حصار من أمور أخرى واقعا ستجري بعد ذلك كسب درار رسول الله فالإنسان يحتاج إلى المدد والحون من الله لذلك يتوجه إلى الله ويدعو بهذا الدعاء المعروف ونحن أيضا ندعو بهذا الدعاء اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بثقة وعدة إلى آخر دعائه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة شكرا